لكن اليوم يعني وزارة الثقافة نست الثقافة بالبلاد نست الكارثة اللي موجودة إذا جاءحت كورونا أو غيرها لازم الصحفين متواجدين اللي ما عنده لازم يأخذ وكالة رسمية صادرة أو تخوير رسمي يعني هاي أكو ناس يعني مسنين وشفناهم إحنا يعني هذا الإذلال ليش؟ أنا أعتقد أنه اللي يديرون الدولة العراقية ما يعرفون الإدارة فإن إدارة الدولة للأسف الشديد غير متوفرة في العراق يعني فقط الانتماءات الحزبية والطائفية والعرقية وتسابق الأحزاب على ملء شواغر الوزارات والوظائف العامة في هذه الوزارات بكل التوصيفات والتصنيفات وليس مهما أن يكون المسؤول مؤديا جيدا يعني شوفه وزارة الثقافة جاءت بمجموعة أشخاص لا علاقة لهم بإدارة الثقافة فرق من أن تكون مثقف وبين أن تكون يعني إداري في شأن الثقافة يعني أنت شاعر يعني هذا مو معنى أن الشاعر راح ينجح في إدارة وزارة ولا الكاتب ينجح في إدارة وزارة وأحيانا أنهم وبعضهم يعني بعض المثقفين حتى مرضى نفسيين دولة اللي يخلوهم الآن يثبوؤوا المناصب يعتهم عقد ضد الصحفين ضد الكتاب ضد الشعراء مشكلة أيضا عندنا بالعراق أنه ليأخذ منصب رديك شخ يعني عنده عقدة نقص يريد يظهر نفسه شخصية يلبس قاط حلو يقعد بأماكن راقية يحاول لأنه يسافر يجامل بعض الدول والحكومات الأخرى يحصل على هدايا من بعض الدول بس ما هم الثقافة ولا هم الإدارة الدولة وبالتالي هذا اللي عطلنا وخلانا نتراجع لي وراء الإدارة الثقافة مشكلة يعني هي القضية ليست قضية أن تأتي بوزير وأن تأتي بمدراء عامين لا علاقة لهم بالثقافة لا علاقة لهم بالثقافة بمعنى الإدارة ولا يعني لا علاقة لهم بالثقافة لا عدتش يعني هم مثقفين عند استعداد يفتحنا فيه مع الشعر زيان؟ يفتحنا فيه مع الكتابة لكن الأسف الشديد أنه حتى المجتمع الآن منفصل عن الثقافة من الآن من العراقيين لديه اهتمام كبير بما يكتبه هؤلاء المثقفون العراقيون مع احترام الشديد لهم أو ما يؤدي هؤلاء الفنانين العراقيين وين؟ مع الطليل ليش ما يسمح لهم بأدوارهم ليش ما يتم إعادة كل مسارح الدولة وزارة الثقافة المفروض الآن يعني تمشها هذا التهميش خطر جدا هذا التهميش الثقافة بالعراق يعني أهدرتها خلي أسأل السؤال نفسه